نستكمل سويا مثالين أنا بسميهم حالات خاصة أول مثال فيهم 2x مقص 7 المقياس بتاعها أقل من أو سوى الصفر وطبعا ده ما ينفعش لأن احنا خدنا من الخاصية الأولى للمقياس إن المقياس لازم ولابد يكون أكبر من أو يساوي الصفر وبالتالي مباشرة الحل في الحالة بتاعتنا هنا إن الـ x تساوي phi يعني إيه x تساوي phi؟ يعني ما فيش قيمة حقيقية لـ x أعوض بها تديني المقياس سالب دي كانت أول حالة الحالة الثانية إن لما يكون عندي حاجة بالشكل كده متبينة فيها بسط ومقام وكلها من البسط والمقام فيهم مين فيهم علامة المقياس في الحالة دي أنا بدرس حالتين إيه الحالتين دول بقى؟ الحالة الأولى إن لما يكون الـ x أكبر من صفر مجابة يعني إيه؟ يعني ممكن أشيل المقياس وحط مكانها x إذن يبقى الكاسي بتاع 1 زائد x على 1 ناقص x أكبر من أوساوي الواحد أودي الواحد الطرف الآخر بإشارة مخالفة يبقى 1 زائد x على 1 ناقص x ناقص 1 تكون أكبر من أوساوي الصفر أصبحت متبينة الحالة الثالثة أواحد المقام 1 ناقص x يبقى البسط 1 زائد x ناقص أضرب السالب في المقايب أسالب 1 زائد x أطير السالب 1 مع الواحد يتفضل لي 2x على 1 ناقص x أكبر من أوساوي الصفر أجيب أصفار البسط يبقى البسط بتاعي إمتى يساوي صفر لما x تساوي صفر المقام إمتى يساوي صفر لما x تساوي 1 أرسم خط أعداد خط الأعداد بتاعتي يبتدي من صفر إلى مالة نهاية ليه يبتدي من صفر؟ لأننا أفرض من فوق أن x بتاعتي أكبر من صفر الموجبة هحط هنا الصفر وحط هنا الايه الواحد أصبح عندي فترتين من صفر الواحد ومن واحد إلى مالة نهاية دعنا أخذ عندي في الفترة دي وليكن x بتساوي 2 هيبقى البسط بتاعك 2 في 2 باربعة على 1 ناقص 2 يبقى الكلام ده هيساوي موجب على سالب وموجب على سالب يكون سالب إذن المنطقة دي سالبة والمنطقة دي موجبة يبقى أنا عايز الموجب ولا السالب أنا هنا أكبر من أو يساوي الصفر يبقى أنا عايز الموجب يبقى بحل بتاع x الحل بتاع x تنتمي للفترة من صفر إلى 1 الواحد مفتوحة لأنه صفر للمقام والصفر مغلقة لأنه صفر البسط ده هسميها رقم واحد اللي أنا خدت فيها x أكبر من أو يساوي الصفر لو خدت الحالة التانية إن x رقم 2 لو أنا خدت إن x بتاعتي أقل من الصفر إذن المقياس أقدر أشيله وأحط مكانه سالب x ليه عشان x تبقى سالبة في سالب تبقى موجب أعوض في الكاسر بتاعي أواحد ناقص x على واحد زائد x ليه زائد عشان ناقص في ناقص أكبر من أسوال واحد أخليها معادلة صفرية متبينة صفرية أواحد المقامات واحد زائد x هيبقى عندك هنا واحد ناقص x ناقص واحد ناقص x ناقص واحد تروح مع الموجب واحد فضلك سالب 2x على واحد زائد x الكلام ده أكبر من أو يساوي الصفر أجيب أصفار البسط إن x بتساوي صفر أصفار المقام إن x تساوي السالب واحد أو أزحهم على خط الأعداد اللي يبتدي منين بقى يبتدي من سالب مال نهاية إلى الصفر وعاوض يبقى عندي فترة من صفر الواحد ويساوي من سالب واحد إلى مال نهاية عايز أختبر إشارة المقدار الطرف الأيسر على هذه الفترات فأختار وليكن x بتساوي سالب 2 هيبقى البسط بتاعي سالب 2 في سالب 2 على واحد سالب 2 يبقى كان ده يساوي سالب موجب أربعة على سالب واحد يبقى كان ده يساوي سالب إذن المنطقة دي سالبة لكن المنطقة دي سوري المنطقة دي موجبه لكن المنطقة دي سالبة إنت عايز أنهي فترة أنا عايز الفترة الموجبه ليه؟ عشان كلمة أكبر من إذن x تنتمي للفترة من سالب 1 إلى 0 سالب 1 مفتوحة لأنها مقام وعند الصفر مغلقة لأنها في كلمة يساوي دي يسميها رقم كام؟ 2 يبقى الحل بتاعي هو عبارة عن 1 اتحاد 2 1 اتحاد 2 يبقى الـ X تنتمي للفترة هنا من سالب 1 إلى 0 اتحاد من 0 إلى 1 الـ 2 دول ممكن أكتبهم من سالب 1 إلى 1 أي أن الحل بتاعي هو كل الأعداد اللي موجودة في الفترة من سالب 1 إلى 1 لكن ما تاخدش للواحد ولا تاخد السالب 1